موسيقى نشرة نخبارية من قناة المقلة أهلا بكم وإلى أبرز العنوين المبعوث الوامي يناقش في عمان سبل إحراز تقدم في خارطة طريق الأممية لليمن وخفض التصعيد في المنطقة والرئيس العليمي على المجتمع الدولي اطلاع بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين النايب البحسني يدعو إلى إبراز برنامج احتفالات الذكرى الثامنة لتحريض ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة ونجاحات قوات النخبة الحضرمية وعليقان موسع في المكلة يناقش أوضاع الطباء والعملين الصحيين بحضرموت موسيقى أهلا بكم استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وفي مطار الرئاسة تبادل الجانبان خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار تبادل الحديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقد رافق الطائرة التي تقوله سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية وترحيبا وأجريت لسلطان عمان مراسم استقبال رسمية بساحة الاستقبال الرئيسة بقصر الوطن بعد ذلك التقطت صورة تذكارية لسلطان عمان ورئيس دولة الإمارات لتوثق هذه الزيارة التاريخية وأسي عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تتمحر وروح حول علاقات البلدين والأمن والاستقرار في المنطقة لإضافة لبلف الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين أقدت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة رفض دولة الإمارات القاطع ادعاعات الزيفة التي أدل بها المندوبة الدائم للسودان مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة وأشرت نسيبة إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة للمجلس الأمن في الحادي والعشرين من إبريل الجهري شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزيفة بعد مرور عام على الصراع يرمي إلى التهرب من المسؤولية وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان وفي هذا الصدد أقدت دولة الإمارات أنها ستظل منتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومتهم بقيادتهم مدنية استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته إدارة مجمع ناصر التبي حيث أعلنت عن استعدادها لتأهيل وتوفير الاحتياجات والأجهزة الطبية اللازمة لإعادة تشغيل المجمع لتقديم الخدمات الطبية لسكان قطاع غزة وأستمرار للدعم الطبية الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمستشفيات قطاع غزة ضمنها عملية الفارس الشهم ثلاثة سرعت لدراسة احتياجات مجمع ناصر التبي والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لإعادة العمل داخل المستشفى في خان يونس وتقديم الخدمات الطبية لألاف الأسر الفلسطينية التي تفتقد للعلاج والرعاية الطبية ولتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بعد توقف عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة نتيجة الأوضاع الكرفية وستعود الأقسام والأجهزة الطبية التي تعرضت للحرق والتخريب في مجمع ناصر التبي للعمل بجهود وإيغاثة إماراتية لتقديم الخدمات العلاجية لقرابة مليون ونصف مواطن جنوبية قطاع غزة نشر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي لليمن عن لقاء هانس روند بيرك برئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوث الإرهابية وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان عبر منصة X أن اللقاء عقد في العاصمة العمالية مسقط وذكر أن هانس روند بيرك التقى بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين وأدرى خلال اللقاءات مناقشة سبل إحراز تقدم في خارطة طريق الأممية لليمن وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع هذا ولم يتطرق البيان عن أي موقف أممي ضد الحوثيين لوقف الهجمات العدائية على الشحن البحري وتصعيدهم العسكري ضد الجبهات مع المحافظات الجنوبية وتعقيد مسار حل السلام في اليمن شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي على همية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية وجميع الأنشطة التي تسهل الجماعة الإرهابية مواصلة إجراءتها الأحدية وجدد العليمي خلال لقاه السفير الأمريكي لليمن في الرياض جدد التأكيد على أولوية دعم الحكومة والتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية الوفاء بالتزاماتها الحتمية وقذ اقتصاصاتها الحصرية في احتكار سلاح وسلطة إنفاذ القانون وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني وتطرق اللقاء إلى الهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتدعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب وشعب المنطقة واقتصادتها الوطنية وتحدث العليمي عن تدعيات انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان وتقويضها المستمر لفرص السلام وماطلاتها بتسهيل دفع مرتبات المنظفين في مناطق سيطرتها واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية وجه نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لواء فرج البحسني بإطلاق حملة إعلامية وسعة بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الثامنة لتحريض ساحل حضر موت من تنظيم القاعد الإرهابي بمشاركة مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة وأقد البحسني خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام والنشطة في مواقع التواصل الاجتماعي أقد همية تقليد هذه المناسبة الوطنية والاحتفاء بها سنويا لتعريف الأجيال القادمة بالإنجازات التاريخية التي حققتها قوات النخبة الحضرمية والأمن والمقاومة الشعبية ضد تنظيم القاعد الإرهابي بمساندة قوات التحالف العربي والدعم ومشاركة مباشرة من دولة الإمارات وكشف البحسني عن برنامج الاحتفالات لهذا العام الذي سيحضره شخصيات رفيعة المستوى من الداخل والخارج وسيشمل عروضا عسكرية مشتركة بين قوات النخبة والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تنظيم حفل خطابي وفني وتكريمي حاثا ممثلي وسائل الإعلام والنشطة في مواقع التواصل الاجتماعي على إبراز برنامج الاحتفالات محليا وإقليميا ودوليا وإظهار حضرموت بالشكل الذي يليق بمكانتها في الحرب التي يخوضها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف والنجاحات والإيجابيات لقوات النخبة الحضرمية ابتداء من عملية التحرير ومن ثم تثبيت الأمن والاستقرار بتوفيق بالله سبحانه وتعالى وإرادة الأبناء حضرموت وإرادة التحالف والحصدات الإبارات العربية بالتحدة الطائنة من انتثاث هذا الأفر واليوم حضرموت تنعم بالتنمي وتنعم بالاستقرار هذا مكسب كبير المهم إبرازة في هذا الملسم ونريد هذا السرع أنه كل احتبال مميز مميز عن السنوات الماضية قال وزير الدفاع الفريق الرقن محسن الداعري أن ميليشيا الحوث الإرهابية لم تفي بأي جزء من انتفاق السوق هولون في ظل تراخي المجتمع الدولي بإلزامها في تطبيق الاتفاق وأضاف وزير الدفاع لإيقاه في العاصمة عدن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أضاف أن الميليشيات استغلت الاتفاق لتجعل محافظة للحديدة منطلقة لتهديد الملاحة البحرية واستهداف السفن التجارية والنفطية مؤكدا أن النشاط العسكري في موانئ الحديدة زاد بشكل أكبر مما كان عليه قبل اتفاق السوق هولون إلى جانب زيادة عمليات تهريب الأسلحة وأصول سفن ميرانية إلى موانئ الحديدة دون أي تفتيش أو رقابة أممية ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود للضغط على هذه الميليشيات الإرهابية أقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب على همية تعزيز التعاون الوطني لتحقيق هداف التنمية المستدامة 2030 وأشراء الأدوار المشتركة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته الوزارة في العاصمة عدن بحضور وزير الصناعة والتجارة موثلين على القطاع الخاص والحكومي ورجال الأعمال وألف تباذيب إلى تأثير الحرب على الاقتصاد مشيئ إلى فقدان الاقتصاد أكثر من 50% من نتيجه القومي وضيع فرص كبيرة للتنمية منوها بهمية تقديم تقرير رسمي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة وتضمن اللقاء عرضا مرئيا حول التقرير الوطني الأول الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة للعام الجاري ومناقشة التحديات والأولويات المستقبلية ودور المنظمات غير الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تفقد رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس أوضاع محطة الوزن المحوري على طريق الحسيني في محافظة لحج وطلع الماس على مجمع الأعمال التي نفذت خلال فترة المنصرمة في المحطة وما تم ضبطه من الأوزان الزائدة والإحصائيات الخاصة بها وستمعا إلى بعض الإجراءات التي من شأنها تطوير عمل ونشاط المحطة بناء على استمرار حملة مراقبة وضبط الأوزان وكيفية التعامل معها وأتات زيارة الماس إلى محافظة لحج تفقد نشاط الميازين المحورية ونشاط العاملين فيها وإجراءات رصد وضبط الحمولات الزائدة لمركبة النقل الثقيل والتعامل معها بحسب القانون استعرضت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في اجتماعها الدوري بالعاصمة عدن المسجدات السياسية في الجنوب والمنطقة في ظل التحديات التي تفرضها ميليشيا الحوث ومغامرتها المستمرة في التحشيد على حدود الجنوب والقرصنة البحرية ووقف الاجتماع عمام عدد من القضايا التي تهم المواطنين منها ملف تردي الخدمات خاصة خدمة الكهرباء وكذا كيفية صياغة خطاب إعلامي يدعو إلى محاربة الفساد وتصحيح الاختلالات في مجال الخدمات العامة وناقش الاجتماع الخطوط الرئيسية للخطة الإعلامية بمناسبة الذكرى السابعة ليوم الرابع من مايو وقذت تغطيات الإعلامية لذكرى تحرير مدينة المكلة من فلول الإرهاب نعت قوات اللواء الثاني دفاع شبوى الشهيد فيصل باسمير الذي سشد في جبهة مرخى العليا إثر استهداف غادر بطائرة مسيرة حوثية إرهابية وشيع المئات من أبناء شبوى الشهيد باسمير في موقف جنائزي مهيب يتقدمه الأمين العام بمحل المحافظة عبدربو هشلة وقيادة انتقال شبوى وأركان قوات دفاع شبوى قائد اللواء الثاني العميد وجدي بعوم وقائد اللواء السادس صعيقة وعدد من قيادات العسكرية والأمنية في المحافظة وجمع غفير من المواطنين وأكدت قيادة قوات دفاع شبوى الاستمرار على درب الشهداء في الدفاع عن حدود المحافظة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي والقايم بعمال السفارة الصينية لدى بلادنا تشاو تشينغ على حجم الأضرار التي خلفها المخافظة الجوي في عدد من القطاعات الخدمية وأعتمت تعرف على الأضرار في قطاع الطرق في بعض مناطق مدرية أرياف المقلة في سياق الأضرار التي شملت مديريات المحافظة حيث قدم الأمين العام شرحا عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الطرق في سياق الأضرار العامة التي طالت القطاعات الخدمية وأجرى مناقشة إمكانية التدخل الصيني لتعزيز المحافظة بآليات ومعدات لفتح الطرقات ودعم مركز الإنذار المبكر التابع للسلطة المحلية بأجهزة حديثة وأبدى القيم بأعمال السفارة الصينية تفهمه وتعطفه مع الكريثة التي لحقت بالقطاعات الخدمية في حضر موت مؤكدا اهتمام السفارة الصينية بالتواصل مع حكومة بلاده لبحث جوانب تقديم الدعم اللازم للتخفيف من الأضرار التي لامست القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين عقد بالمقلة لقاء موسع برياسة نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الله دحان والأمين العام المجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي لمناقشة أوضاع الأطباء والعملين الصحيين بحضر موت وفي اللقاء استمع الحاضرون إلى شرح مفصل عن أوضاع العاملين الصحيين والأطباء والصعوبات والمشكلات للتواجه والقدر الصحي والطبي وكيفية تحسين أوضاعهم بما يتناسوا مع غلاء المعيشة وكيفية حصولهم على المنح العلاجية وغيرها من الحقوق والمطالب الأخرى وأبدى نائب وزير الصحة العامة والسكان استعدادهم لوضع الحلول من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة لمشكلة الإحلال في الخانات الوظيفية والتعاقدية للكوادر الصحية والطبية وإمكانية اعتماد توفير منحا علاجية بالخارج ضمن المنح التي تقدم من بعض الدول للوزارة بإضافة إلى إمكانية دعم الوزارة بالأدوية المجانية للكوادر الصحية والطبية في حضر موت دشن قائد لواء الضبا مقدم رقن بحري ماجد العبثاني طابور القائد وعرضا عسكرية لمتسبي سرية التدخل السريع باللواء وألقى المقدم العبثاني كلمة حيا فيها منتسبي اللواء معبرا عن فخره الشديد بقدراتهم القتالية العالية واستعدادهم التام للدفاع عن الوطن والمواطنين مشيدا بالضبط والربط العسكرية الذي يميز منتسبي اللواء مؤقدا على ضرورة الحفاظ على هذه القيمة النبيلة التي ضد في على اللواء هيبته وقوته كما وجه منتسبي اللواء بمواصلة التدريبات العسكرية بجد ونشاط الوصول إلى على مرتب الاستعداد القتالي مؤقدا على أهمية هذه التدريبات في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره استجابة لدعوة لجنة معلمين حضر موت شهدت مدرية وساحل حضر موت صباح الأحد وقفات تضامنية للمعلمين تأكيدا على تمسقهم بحقوقهم ومؤصلة إضرابهم الشامل وتحصلت القناة على لقطات تظهر الحشود المجتمعة بمدرية غيل بوزير أمام مكتب التربية بالمدرية بحضور نائب مدير إدارة الأمن وشخصية قانونية واجتماعية ونقابة المعلمين بالمدرية وطلبت الوقفة مدير التربية ومدراء الأقسام بالمدرية مساندة المعلمين والأقوف إلى جانبهم ودعت الوقفة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية إلى القيام بواجبهم تجاه المعلم وعطاهه حقوقه من دون أي تهون بهدف استمرار العملية التعليمية كما تحصلت القناة على لقطات لوقفة مدرية بروميفا عمام ديون السلطة المحلية بالمدرية والتي أكدت استمرار الإضراب حتى تقوم الجهة المعنية بإعادة النظر في قضية المعلمين وتسوية أوضاعهم المعيشية وصاف مستحقاتهم المالية المشروعة أصرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بوادي وصحرائي حضر موت بيانا أقدت فيه استمرار الإضراب حتى الوصول للعيش الكريم للمعلم وإيجاد حلول تتناسب مع الغلاء المعيشي المرتفع وانهيار العمل المحلية وأجدد البيان تأكيد على استمرار رفض الحلول المجزئة والترقيعية التي لا ترقى لمستوى معاناة المعلم وطموحه بالعيش الكريم أكد التأكيد على مطالب المعلمين المتعاقدين من توظيف وتعاقدات عبر مكتب وزارة الخدمة المدنية وأصرف الراتب كل شهر دون تأخير وزيادته بما يتواكب مع الظروف المعيشية وحذر البيان الموارسات التعصفية ورفض خلق ظاهرة التمييز بين المعلم الأساسي والمتعاقد وأجد وقفة المعلمين أمام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة المطالبة بحقوق المعلم وذكر البيان أن الختم البيضاوي هو الختم الرسمي لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بوادي وصحراء حضر موت مشكلة لأن رئيس تسيري عمل النقابة هو خالد سعيد نصر وأقدت النقابة في تصريح تلفزيوني لها أن السلطة المحلية بحضر موت لم تفي بوعودها والاتفاقات السابقة لها وأنها تجهلت حقوق المعلمين ولا تريد تحقيق أي شيء لهم منضيحة أن السلطة المحلية لديها الكثير من الموارد والإيرادات وأن حضر موت هي الموارد الأساسي للحكومة بشكل عام ولفتت النقابة بأن بعض السلطات المحلية في المحافظات الأخرى تقدم زيادة في رواتم المعلمين رغم أنها ليست محافظات إيرادية بينما لا يوجد ذلك في حضر موت وكشفت اللجنة أنها في طور خطوات تصعيدية إذا لم يتم تحقيق مطالب المعلمين ختام النشر هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء المبعوث الممي يناقش في عمان سبل إحراز تقدم في خارطة طريق الأممية لليمن وخفض التصعيد في المنطقة والرئيس العليمي على المجتمع الدولي اطلاع بمسؤولياته في مقافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين النائب البحسني يدعو إلى إبراز برنامج احتفالات الذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضر موت من تنظيم القاعدة ونجاحات قوات النقبة الحضرمية وعليقان موسع في المقلة يناقش أوضاع لطباء والعملين الصحيين بحضر موت نشرتنا الإخبارية انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة